أكد وزير الخارجية فؤاد حسين سعي العراق إلى الدخول في حقبة بيئية جديدة ومواجهة داعيات التغير المناخي عبر شراكات أقليمية ودولية وذكر بيان الرسمي أن حسين بحث قضايا البيئة والمناخ مع جون كيري المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للمناخ على هامش أعمال منتدى الدوحة في نسخته العشرين وناقش الجانبان التحديات التي تواجه العراق في المستقبل ومنها حالة التصحر وخطورة الانسدادات المائية فضلا عن تأثير الصناعة النفطية واستمرارية حرق الغاز المصاحب في البيئة من جانبه أكد كيري استعداد الولايات المتحدة لتقديم الدعم والخبرات للعراق في بناء الطاقة البتيلة